تتخيل بالله عليك شخص والناس منتظرين إكمال هياكل السلطة وهم يتكلموا كده كلام مفتوح لا برنامج فيه ولا معايير فيه حتى أعداد الرزراء يعني هم تتكلم عن 25 إلى 26 كلام هسي عن كم و 30 عن 31 الآن بيتكلموا لا مواقيت لا يعني ضبط أرقام لا يعني معايير يعني بالله عليك هل هؤلاء يعني يوما ما في أحزابهم تعاملوا بعمل تنظيم مرتب والله في شعبنا نحن ما كنا يعني لا يمكن أن تمر قضايا إكمال هياكلك بهذه الطريقة العشوائية الطريقة يعني لا أدري ماذا أسميها هذا بلد اسمه السودان بلد عنده تاريخ وبلد عنده وزنه في المنطقة بالله عليك يترك إلى إلى مثل هؤلاء وين العقال يا أخي من سياسي البلد وين العقال من ناشطي البلد كيف لماذا يسمح أن تعطى مواعيد فيك هكذا لا سقف لها لإكمالها يكل سلطة لا أنت تعرف هؤلاء الناس سيستمروا هكذا في هذه الحلقة المفرغة بعد شوية حتى إذا اتفقوا على التعيينات ستظهر كثير من العيوب والإشكاليات والرجل غير المناسب في المكان غير المناسب وحتظهر إشكاليات كثيرة جدا جدا لأنه نحن ما شغالين عمل صواب لأنه كل الحاصل ده الآن اللي لا فيه رؤية ولا 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 تخطيط استراتيجي ولا غيره ولا غيره ولا غيره كل ده بالمناسبة ها 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 لأنه أنت ما ممكن يا أخي تكون عندك إشكاليات ضخمة زي دي أنت عارفة إنها هتستمر معاك لوقت طويل جدا والبلد يعيش عزمات لماذا لا تعود إلى أصل القضية إلى أنه المرحلة الانتقالية ما فيها الكلام ده كله وكل ما فيه لا ينبغي لهم أن يقولوا كلام واحد إنه ما في مرحلة انتقالية فيها مجلل استشريعي لا يوجد ده غش للشعب وغش للناس وهذا واضح إنه والله المسألة زي ما قاعد يقول حمدوك حمدوك فيه أكثر من مرة بالمناسبة أكثر من مرة لمح مش حمدوك براو كثير جدا من الوزرى ديال كثير من الناشطين كثير من قائلات الحرية والتغيير لمحوا إلى أن الفترة الانتقالية ممكن تكون مفتوحة زي ما زي ما قاعد يدوا المواقعين المفتوحة دي ها هكذا يتكلمون إنه إنه والله الشعب السناني ده بالنسبة لهم لا يساوي شيئا هؤلاء الثوار الذين ها يعني مهروا هذه الثورة بالدم والجهد والعرق لا يساوي عندهم شيئا شغالين محاصصات